طبعاً باقي القاعد بتحكي تطور البريد بتطور وسائله لكن لازم أقول أنه حضرتك أول شيء اللفت انتباهي في هذا المتحف أولاً أنه رغم أنه المكان يبدو عريق وقديم في المعمار والشكل الأرض وكل شيء شكله قديم لكن فيه حاجات يعني في العرض المتحفي حديثاني مثلاً استمتع بالمتحف بطريقة برايل مزبوط فعلاً تكلميني على العرض المتحفي الحديث الذي قررته تستخدمه هو دلوقتي عشان إحنا في القرن الواحد وعشرين كان لازم أن إحنا نعمل حاجة إنترناشنال ستاندرد زي ما بيقولوا والفكرة كلها هو أنك أنت تقدر أنك أنت تدي فرصة لفئات جديدة مختلفة أنها تتمتع بالمتحف واحدة منهم طبعاً اللي هما ذوي الإحتياجات الخاصة اللي هما مكفوفين أو كده وإحنا قررنا أنهما مش بس هنعمل لوحات برايل بالعربي والإنجليزي لكن هنعمل لهم نمازج كمان يقدر أن هما يتعرفوا عليها فلما أقول مثلاً أن الطابع مشرشل هما برضو بيعرفوش يعني إيه مشرشل لكن الأول ما قدروا يلمسوا يقدروا أن هما يتفاعلوا معنا مش بس ده الطابع الحديث في المتحف لك إحنا كمان عملنا QR code اللي هي أكواد الاستجابة السريعة ودي بنامل فيها زي نوع من أنواع الفيلم لمدة ديئة أو ديئة أو نوص بيحكي على طابع أو بيحكي على قصة مهمة في تاريخ البريد وكمان استعملنا حاجة اسمها Augmented Reality Application اللي هي الواقع المعزز ومن خلالها برضو نقدر أن إحنا نتعرف أكتر على الطوابع مسألة طبعاً ده برضو تكوينة فريدة صح اتعملت ليه الملك فاروق للأميرة صح أه وقت الملك فاروق وده الأميرة فريال الأميرة فريال مزبوط وهي فعلاً بنفس فكرة الفوسيف السائل اللي حالي كنتي بتقوية عليها إن هما جمعوا مجموعة طوابع وكتبوا التغرة الجميلة دي باسم الأميرة فريال نعم اشتركوا في القناة